موسيقى جولة الثامنة مساء من قناة التاسع قدمها أنا مكهلال والبداية بالعناوين موسيقى انطلاق وتسجيل الرغبين في الانتفاع بعقد الكرامة وتقديرات لتشغيل 25 ألف طالب شغل قبل نهاية أفريل الجاري موسيقى دراسة تبرز أن الوضع بمراكز الصحة الأساسية يعتبر فوق المتوسط ونواب يطالبون وزيرة الصحة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية موسيقى جمعية القضاة تدعو نواب الشعب إلى إسقاط مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء وتدعو القضاة إلى مجلس وطني طارق لإقرار تحركاتهم القادمة موسيقى 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 أسعد مساكم جميعا مشاهدين أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري انطلق اليوم تسجيل للراغبين في الانتفاع ببرنامج عقد الكرامة بالنسبة لطالبية شغل ومؤسسات القطاع الخاص وأعلن وزير وتكوين المهني والتشغيل في ندوة صحفية أن عدد المنتفعين بهذا البرنامج سيبلغ 25 ألفا وهم من حاملية شهادات العليا مع بداية الساعة الأولى ليوم الخامس عشر من مارس انطلق التسجيل للراغبين في الانتفاع بعقد الكرامة الذي يمثل إطارا تعقديا بين الطالب الشغل والمؤسسات الخاصة على موقع www.employ.net.n يمكن لكل عاطل عن العمل من حامل الشهادات العليا لتقل فترة بطالته عن سنتين من تاريخ الحصول على الشهادة أن يسجل في الموقع سينتفع ببرنامج عقد الكرامة 25 ألفا في 2017 ثم في 2018 1042 عقدا في كل ولاية من ولايات الجمهورية مؤزعة على شركات القطاع الخاص أبرزها في ميادين الخدمات والبنوك والسياحة بأجر شهري قدره 600 دينار تدفع الدولة منه 400 دينار لمدة سنتين وزارة التكوين المهني والتشغيل شددت على أن انضاء العقود أني من أجل الإدماج الفوري في المؤسسات الهدف متاعنا أنه قبل نهاية تبريد يكونوا 25 ألف في مواطن الشغل متاحهم وعازمين على أن الهدف هذا ينحقه بنسبة 100% 630 ألفا مغطل عن العمل حاليا في تونس تطمح الحكومة أن لا تقل نسبة نجاح تجربة عقد الكرامة عن 50% وأن تصل نسبة الانتداب بعد عامين إلى 70% خاصة وأن هذا البرنامج يخضع لمجالة الشغل التي تحمي هؤلاء المنتفعين في القطاع الخاص فما علاقة عاقدية بين المؤسسة التي تختار طالب الشغل بين طالب الشغل التي يختار المؤسسة بين المؤسسة التي تتعقد امتيازات مع الدولة إلى حد اللحظة فما تجييل حوالي 2000 نتوقع معنات التزايد والتصاعد وطيرة التجييل كذلك فما إقبال من قبل المؤسسات المؤسسات الخاصة مع نية أيضا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني من أجل إداعي عروض الشغل التي بدأت بالنسبة للطالب الشغل منذ اليوم إلى 15 مارس وإلى يوم 30 مارس بنسبة للمؤسسات للحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا في الستوديو كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة سيدة ونيسي نرحب بك استعرضنا في التقرير أهم مميزات هذا العقد الآن ماذا على طالب الشغل أو الخطوات التي يجب اتباعها كي يتقدموا أو يقدموا في هذه العروض هي أول حاجة نحب أن نذكره أن البرنامج هدايا جاء وفاء لتعاهدات سيد رئيس الحكومة وحكومة الوحدة الوطنية في كل ما يخص اليوم مجال التشغيل أحنا فتحنا التسجيل لفايدة فايدة البرنامج هدايا من أمس نصليل وكي عملنا يعني الإحصائيات تسعمت على الصباح رقينا أنه فما دجا ألفين يعني سجلوا سجلوا أحنا اليوم كل الشاب اللي هو عاطل عن العمل باحث عن عمل حامل شهده عليا ويعني مستعد أنه يلتزم كذلك بتكوين وبمرحلة تكوين شهدي يكون اليوم عنده الإمكانية أنه ينتفع بالبرنامج هدايا ستخي سامبل يلزموا يمشي على الانترنت ويقيد فيه ويسجل كذلك فيه الموقع متعلنتي وهذا زاد كيف كيف في نفس الوقت اليوم المؤسسات الخاصة والمهنة الحرة اللي تحب تنتفع بالبرنامج هدايا يشكون عندها كذلك رابط لين موجود على سيت متعلنتي احنا قلنا أنه حتى إلى يوم 25 مارس بشكون التسجيل هدايا مفتوح للمتفعين وحتى لـ 30 مارس يعني آخر شهر للمؤسسات والقطاع الخاص ثم أليات لضمانات معينة من أجر بماتا كريس والتأكيد على الشفافية معينة في مسار التوظيف من قبل الشركة الخاصة أو مؤسسات الحكومية أيضا ضمانات في عدم الاستغناء بمجرد انتهاء السنتين مثلا احنا كنقولوا أنه فما يعني عقد هو عقد شغل اللي هو كذلك يعني الواسوة صندوزة متاعنا هو محمي اليوم من مجالة الشغل مناش قاعدين نحكيه على تربص مناش قاعدين نحكيه على يعني الهشة اللي كانت موجودة لحد الان وهذا يعني أنه فما رقابة اللي هي بشكون موجودة رقابة بشوف كيفش المؤسسات قاعدة يعني تشغل في المتفعيل وكذلك في نفس الوقت رقابة اللي هي بشكون يعني متعلقة بالتكوين اللي اشهد يحنا اليوم الميزة متاع العقد هدايا أنه اللي بش ينتفعه منه كذلك في نفس الوقت بش يكون عنده إمكانية وهدايا فما إجبارية يعني في المثلة هدايا أنه ينتفع كذلك من ناحية أخرى من التكوين في اللغات من التكوين في الأليات الإلكترونية ويكون عنده زادة كيف كيف يعني تجربة حقيقية اليوم الدل على أنه قادر أنه يستعمل زوتي ديجيتال ومن ناحية أخرى يعني فما كل ما هو اليوم التطور متاع المهارات وإحنا نمضينا على أربع اتفاقيات أمس لفايدة البرنامج هدية مع أوبين كلاس روم مع سويس كونتاكت مع الوكالة الوطنية التونسية للتكوين المهني فما رقابة حقيقية سؤالي الأخير قبل أن نختم سيدة سيدة بالنسبة للقطاع الخاص عندكم إيمان حقيقي أو تثيقون عندكم انتظارات لنسبة مشاركة وتفاعل معينة هل حفزتم أصلا هذا القطاع حتى يكون عنصرا فاعلا في هذا المشروع عقد الكرامة هو فما رغبة من القطاع الخاص اليوم القطاع الخاص هو لية شكن وفما 145 ألف مواطن شغل ما همش لقيين شكون اليوم يخدم وفي نفس الوقت عندنا المجموعة والفئة هدية متاع باحثين على العمل اللي هي حول 630 ألف يعني مواطن وفي نفس الوقت احنا في المجموعة هدية عندنا 300 ألف واحد اللي هما حاملين شهدات العليا البرنامج هدية بشيكون الهدف متاعه كيفاش الفئة هدية اليوم خمسة خمسين بالمئة يعني ذكور وخمسين بالمئة نساء وثلاثة بالمئة زيادة بغلزة ديكابية دونك فما المواطن هدية اللي هو المساوات ما بين الجنسين وكذلك الامتياز يعني للفئات الهشة وكذلك المعنى متع التمييز الإيجابي احنا كنقولوا انه فما ألف وثنين واربعين في تطوين وألف وثنين واربعين في بن عروس يعني فما المعنى هدية كذلك ومرة أخرى القطاع الخاص احنا يزمنا كدولة اليوم ندفعوه بشيخالي المؤسسات الخاصة تجنب الشباب الشباب اللي هم حاملين شهدات العليا والعقد هدية فيه طغطة اجتماعية كذلك بش نرفعه هذا مهم جدا ومشان أن يحفظ أيضا هؤلاء الشباب نشكرك السيدة سيدة ونيسي كتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة لك جزيلة شكرا جولتنا الإخبارية ما تزال مستمرة معكم مشاهدين تتابعون فيها بعد قليل القطار يعود من جديل السير على الخط الرابط بين صفاقس وتوزر بعد توقف لأكثر من ثمانية أشهر وصفت شبكة مراقبون في دراسة أجرتها خلال السنة الحالية وصفت الأوضاع في مراكز الصحة الأساسية بأنها عموما فوق المتوسط مع تفاوت بين الولايات في دراسة أجرتها منظمة مراقبون تحت عنوان مراكز الصحة الأساسية حول الأوضاع بالمستوصفات خلال هذه السنة بيانت أن الوضعية فوق المتوسط مع تدروجها من ولاية إلى أخرى فبعض المناطق الداخلية لازالت تعاني عدة نقائص رغم الإمكانيات المتوفرة الدراسة أشرف عليها ألف واربعة وسبعون ملاحظا وشملت ألفين وستين مستوصفا جاءت في إطار العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المدني بهدف تحسين صحة المواطن مجهودات كبيرة من الكادر الصحي من الكادر الفرملية من الوحي الكل ولكن فما عدة نقائص على مستوى اللوجستي هذا وقد كشفت الدراسة أن الأدوية المطلوبة تتوفر بقرابة اثنين وستين بالمئة في بعض المستوصفات فيما تغيب بحوالي تسعة بالمئة في مستوصفات أخرى بينما يتوفر جزء من الدواء في ثلاثين بالمئة منها نحن نلقى بعض المستوصفات اللي هم خاصة الصنف الثنين اللي هو يحل المرتين في الأسبوع في مناطق نائية وضعية محيط المستوصفات أيضا كان محل نقاش في هذه الدراسة فالطرقات المؤدية إلى المستوصفات كانت في أغلب الحالات في وضعية سيئة بنسبة ثلاثة وخمسين بالمئة هذه صورة للواقع الواقع عاش فيه نشوفه فما تقريبا نقول المياه مثلا مش موجودة في تسعة في المياه من المراكز لا عنده لا ماجل لا عنده لا بير لا عنده لا سوند لا عنده خزيل عبر هذه الدراسة يسعى المجتمع المدني لتحسيس الصلاة المعنية وخاصة الحكومة والبرلمان بالنقائس قصد تناولها ومعالجتها طلب عدد من النواب وزيرة الصحة العمومية باتخاذ إجراءة عاجلة لتحسين الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية بالجهات وذلك خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب البنية التحتية المهترئة والنقص الكبير في التجهيزات والطب الاختصاص بالمستشفيات العمومية خاصة بالجهات كانت مواضيع الأسئلة التي وجهها اليوم عدد من النواب إلى وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الوزيرة تقلل أنه تم الأدوية موجودة لكن تم سوء توزيع وفي المسالة التوزيع تتحمل مسؤوليته الوزارة كيف على مستوى الوالب الفيز وعلى مستوى التب الاختصاص وافتقادهم داخل الجهات هذه كلها مشاكل تهم القطاع بشكل عام مكافحة الفساد في قطاع الصحة والحوكمة كانت من بين المسائل الأخرى التي أثارها النواب خلال ذات الجلسة هناك مشكل فساد هذا يعني أنه يشهد به القاصي والديني في المنظومة الصحية وزارة الصحة تحب عند الكنام تسيل الكنام التي تتعاوض مصاريف العلاج تقريب 640 مليار الكنام بيدها تسيل صندوق الوطن الارتقاد والحيطة الاشتماعية ما يقارب 1300 مليار وفي ردها على أسئلة النواب أكدت وزارة الصحة أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات في مجال إصلاح البنية التحتية ومكافحة الفساد بالمؤسسة الصحية لكن الإشكال الأبرز يكمن في النقص في الموارد البشرية خاصة على مستوى الجهد يلزم نسرعوا في كل المشاريع التي قاعدها ببرمجة على خاطر أننا حولنا كل الاعتمادات أكثر من 2400 بيش يخرجوا وخرجوا للتقاعد في 2016 زمنا نعوضهم والانتدابات المحدودة هذا وخصص الجزء الثاني من الجلسة العامة للنظر في عدة مشاريع قوانين تتعلق بإنظمام تونس للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية وأحدث شركة للتنقيب على المياه بالإضافة إلى مقترحات لقوانين تتعلق بلجان التحقيق البرلمانية نفذ عدد كبير من العاملين في قطاع الصحة من إطار طبي وشبه طبي تجمعا وطنيا في ساحة القصبة دعت إليه الجامعة العامة للصحة وكل الهياكل النقبي الأخرى وطالب المتجمعون بالإفراج الفوري عن دكتور أسليم الحمروني والممر سارح عبداللوي الموقوفين في قضايا أخطاء طبية نحترم القضاء والقرارات متعه أبقى هذون من الناس مازالوا في حالة إيقاف بصفة احتفاظية وطوة معاشة احتفاظية ونقولوا واحنا اللي كونه المحاكمة متحم يتنجم تكون في إطار حالة صراح كيف ما هو عليه الشأن العام معنا مطالب أخرى اللي هو القانون الأساسي منحة تأجير الأعياد كذلك القانون الأساسي اللي هو الفصل الثنين اللي يهم العوان السلق العوانية الصحة لكل قررت جمعية القضاة عقد مجلس وطني تار السبت القادم للنظر في تحركات تصعيدية قادمة على خلفية مصادقة لجنة التشريع العام على مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء بعد مصدقة لجنة التشريع العام على مشروع تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء جمعية القضاء تدعو نواب الشعب لرفض التنقيح خلال الجلسة العامة وتدعو القضاء لمجلس وطني السبت القادم لإقرار تحركاتهم القادمة ضد ما اعتبروه تجاهلا للحل القضائي واعتمادا على الحل التشريعية في أزمة المجلس الأعلى للقضاء نهار 18 مارس 2017 باش نعقدو المجلس الوطني باش نقيموا تحركاتنا السابقة اللي زادة ملقات حتى آذان ساغية لوزير العدل والحكومة ملتقتش الرسالة هذية القوية على معناتها احتقان داخل الوسط القضائي نعتبرها فضيحة تشريعية لو تم تمريرها معناها في تحت قبة البرلمان نأمل أنه يتم التصدي لها وإلا يتم المصادقة عليها ويتم إلزام الحكومة بأنها تنفذ الواجبات المحمولة عليها تحذيرات أطلقها أعضاء جمعية القضاة خلال ندوتهم الصحفية مما وصفوه بضرب استقلالية القضاء عند منح صلاحية الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء لرئيس مجلس نواب الشعب حسب مشروع القانون الجديد موقفنا من المبادرة الحكومية كان موقف واضح نحن رفضناها رفضا قطعيا شكلا ومضمونا تمشي حتى للنصاب هذا المجلس وتحط من هذا النصاب إلى الثلث ثم تحصن الدعوة معناها لأسندتها لسلطة أخرى ممثلة في السلطة التشريعية في رأس سيد رئيس مجلس نواب الشعب مع احترامنا له إلا أنه يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطة جمعية القضاة علقت أيضا على الأمر الحكومي المنظم للدخول إلى المعهد الأعلى للقضاء الذي يثير غضب الطلبة هذه الفترة باعتباره قرارا أحادي الجانب ويأتي في سياق التصعيد والتراجع عن مبدأ الحوار ثم تراجع وثم ارتداد على الأدنى من الممارسات التشاركية التي توجد بعد الثورة في وزارة العدل أربعة أشهر تمضي على انطلاق أزمة المجلس الأعلى للقضاء والآن بات القرار بيد الأغلبية البرلمانية إما بقبول المبادرة التشريعية أو برفضها والعودة لحل توافقية في سياق ذي صلة تواصل تحركات طلبة الحقوق ضد الأمر الحكومي الصادر مؤخرا عن وزير العدل والقاضي بتمكين الحائزين على شهادة الماجستير فقط من طالبة الحقوق من اجتياز المناظرة الوطنية للدخول للمعهد الأعلى للقضاء هنا برميراني ندخل على أساس رؤزيماني مش ندخل نعمل معدي قضاء محميد إسقاط الأمر هذا ككل لأنه أولا غير قانوني يعني ما هوش دستوري مش ناس كلت ناجم تعمل ماستير ثني ثلاثة فما حكاية العمر انطلقت اليوم أشغال الحوار الأورو متوسطي الأول للإعلام في تونس وذلك ببادرة من نقاب الوطني للصحفيين التونسيين ونقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجامعة التونسية لمديري الصحف برنامج الحوار الأورو متوسطي للإعلام انطلق اليوم وسط حضور عدد من الإعلاميين من تونس ومن خارجها هو اللقاء الأول من نوعه الذي يجمع صحفيين من ظفتي المتوسط وقد كان مناسبة لطرح عديد القضايا المشتركة في القطاع كأخلاقيات المهنة وحماية الصحفيين خاصة في مناطق النزاع تقريباً أول لقاء يجمع صحفيين من ظفتي المتوسط طيلة سنوات المدية ويترح القضايا المشتركة هي قضايا المهنة بأساس وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مزيد تنظيم قطاع الصحافة في تونس والعالم العربي والأورو متوسطي مع التشديد على أن تحدي الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير مستمر في كل مرة وفي كل مرحلة كانت الصحافة لديها معركة ولديها تخوذها ولديها مبادئ تدافع عنها طرح بعض القضايا اللي كانت غير مسموع بها إلى الإعلام الغربي يعني الاكتشافة والاطلاع عليها والنظر إليها من جهتها أكدت الحكومة على لسان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ضرورة دعم مكسب حرية الصحافة في تونس اليوم الحوار الأورو متوسطي ضروري مهم للأعلام لأنه اليوم نحضر في الإطار القانوني من خلال الهيئة الدستورية المستقلة لتعديل قطاع السمع البصري من خلال مراجعة مجالة الصحافة من خلال الحوارات اللي عانا مع كل ممثل الأعلام طرح رهن الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير والأعلام يتجدد في الملتقى الأورو متوسطي الأول للأعلام في انتظار الخروج بتوصيات لفائدة القطاع في تونس وخارجها مع أمل أهل المهنة بأن لا تكون مجرد حبر على ورق أفرز الفضاء الرقمي في تونس نمواً كبيراً في الاقتصاد الرقمي ليتطور رقم المعاملات في التجارة الإلكترونية من 700 ألف دينار سنة 2005 إلى 100 مليون دينار حارياً ويبرز هذا التطور من خلال ارتفاع عدد اشتراكات الخطوط الهاتفية جذلك في ملتقى حول حقوق المستهلك في الفضاء الرقمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلكين الأبليكاسيون الجديدة التي تسمح به أن تثبت في كل برودوي هل هو برودوي معناها فيه غش فيه برودوي جي معناها فيه كونتروفاسون فيه تجارة موازية وهذا استعمال الأدوات التكنولوجية فما عدد من البرامج في وزارة صناعة والتجارة بالتعاون مع التكنولوجيا وبالتعاون مع المهنيين فما الثقافة متى حماية معطاية الشخصية في تونس لا من ترف المواطن لا من ترف المتدخلين على المستوى الاقتصادي وفي المجتمع بصفة عام أطلق اليوم بنك الأمان في احتفالية حملته العالمية بعد تغيير شعاره بحضور عدد من رجال أعمال التونسيين الذين حققوا نجاحات كبيرة بمنساندة البنك وتمويلاته 137 سنة مرت على نشأة بنك الأمان تونس ساهم في تمويل عديد المشاريع التجارية والسياحية وغيرها ليكون له دور فاعل في الاقتصاد الوطنية واليوم نظم احتفالية ليطلق من خلالها حملته الأعلامية للبنك بعد سياغة شعار جديد يتماشى التطور التكنولوجية بكلنا سند لنجاح حرفائنا كل ما نعمل به حاليا في بمك الأمان وجهه نحو الحرفاء ونحو تلبية حاجياتهم خلق فرص الشغل هدفنا هو التصدير هدفنا هو التنمية الجهوية ونريد أن يكون بنك الأمان سند مجموعة من رجال الأعمال الذين تعملوا مع بنك الأمان منذ بداياتهم حضروا الاحتفالية للحديث عن قصص نجاحهم التي تحققت بمساندة البنك وتصليط الضوء على دين مكيتي وسعيه للابتكار المستمرة الذي جعلهم مرجعا في المنظومة البنكية ومساهما في توفير اليد العاملة في البلاد نحن نريد أن نعطيك الفنانس لعل ما يسعى إليه بنك الأمان هو خطوة لتعزيز مصاري تموقعه أكثر كفاحل أساسي صلب المنظومة البنكية خاصة أن القطاع المالي يلعب دورا محوريا في تطوير الحركة الاقتصادية وأن تحسين مردودة بنوك يعد عاملا أساسيا من أجل ضمان النفاذ للموارد الضرورية ومزيد دعم النمو وتشغيل وصل مساء البارحة جثمان تونسي سفيان القزدغلي إلى منزل عائلته بالحمامات لوارى سفيان أثار مباشرة إثر ذلك بمقبرة الحمامات والمرحوم وفته ألمانية في كندا بعد الراحة ضحية جريمة قتل على يد مواطن مكسيكي بهدف السرقة السيدة دايلي غدروا واحد مكسيكو عمروا 21 سنة ومعروف على دي ما عنده مشاكل عينوا في مفترة بعد أول شهر يزمع في الكراء وغدروا وضربوا بسكينة قتله السباح بشفقوا بالملابسات وجاءت الشرطة تأخرط عملية إعلامنا على الشخطة يسرق له أوراق وسرق لكل شيء خط حكاية 12 ساعة للشرطة بشتعرفت عليه السونفة اليوم سيروا القطارات على الخط الرابطي بين صفاقس وتوزر وذلك بعد توقف استمر لأكثر من ثمانية أشهر بسبب غلق السكة من قبل عدد من المعتصمين على مستوى منطقة بوزيان بعد إيقافها لأكثر من ثمانية أشهر بسبب غلق سكة الحديد من قبل المعتصمين بمنطقة بوزيان استؤنف اليوم سيروا القطارات على خط رقم 13 سفاقس توزر من خلال رحلة انطلقت من تونس العاصمة مرورا بمحطة القطار سفاقس وصولا إلى محطة القطار توزر هذا وقد عقد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لسكاك الحديدية التونسية ندوة صحفية على متن القطار بيّنت أهمية عودة هذا الخط مما يسهم في استعادة نسق الطبيعي لنشاط نقل المسافرين والفصفات وتنمية الاقتصاد الجهوي لمناطق الجنوب والوسط الاستغلال الخطة بشيكون أربع سفرات في اليوم زوز انطلاق من تونس وزوز انطلاق من توزر الانطلاق من تونس بشيكون صفرة السباح تسعة ونص كيما اللي خرجنا فيها اليوم تسعة ونص وصفرة أخرى في الليل تسعة غيربعة متع الليل ونحن اليوم نعتبر رجوع الخطة 13 ما بين استفاقس قفصة اليوم يثدر صدور لأن خط هذا خط كبير هو في فترة ما نتيجة الاعتصامات خسر أدى عدة خسارة المسافرون من جهتهم عبروا عن استحسانهم وفرحهم بعودة خط القطار الرابط بين اسفاقس توزر لما يقدمه لهم من خدمات وتسهيل تنقلهم وطالبين الصلطة المعنية بالعمل على عدم انقطاعه مجدداً الخط الحديدي الجنوبي صفاقس قفصة المتلوي توزر من أهم الخطوط في الشبكة الحديدية التونسية بطول يقدر بقرابة 300 كيلومتر يساهم في تنمية الحركة الاقتصادية في المناطق الداخلية عبر نقله لكميات كبيرة من الفصفات وأعداد هامة من المسافرين وقد تسبب توقفه لأكثر من ثمانية أشهر في خسائر للشركة فاقت السبع ملايين دينار تمكنت جماعات مسلحة متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الليبي من السيطرة على مجمع كان يشغله رئيس وزراء حكومة الإنقاذ الوطني بعد قتال امتد إلى عدة مناطق بالعاصمة ترابلوس في الساعات الأولى من هذا اليوم ما أدى إلى احتراق مقار قناة تلفزيونية موالية لحكومة الإنقاذ الوطني وقطع بثها قتل خمسة وعشرون شخصا على الأقل وأصيب عشرات أخرون إثر تفجير انتحاري استهدف مبنى حكومة القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق وقد ذكر التلفزيون السوري أن متشددا فجر نفسه بحزام ناسف بعد أن حاولت عناصر الشرطة منعه من الدخول صدر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة عن اليمن بيان أنه لا توجد مجاعة هناك لكن نحو ستين بالمئة من السكان في أزمة جدية بسبب الوضع الغذائي بزيادة عشرين بالمئة عن جوان الماضي شرع نحو ثلاثة عشر مليون ناخب هولندي اليوم في التصويت للانتخابات البرلمانية بعد أشهر من الحمالة الانتخابية في ظل مخاوف من صعود اليمين المتطرف ويتنفس حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مارك روتا مع حزب الحرية المعادل الإسلام والذي ينتمي إليه خيرت ويلدرز أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستجري الانتخابات الرئاسية في التاسع من ماي القادم بعد عزل الرئيسة باك جون هاي بسبب فضيحة فساد وأعلن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئاسة عدم ترشحه للانتخابات القادمة داعيا إلى ضرورة الاهتمام باستقرار البلاد والإدارة العادلة للانتخابات الرئاسية في الختام أنا أعوان أخبار الرياضة وطنيا ودوليا يقدمها لكم اليوم بشير القروي أهلا بك بشير تفضل مساء الخير مكي طبط وقتكم مشاهدين ومرحبا بكم إلى هذا المجز الرياضي طلقت صباح اليوم الهيئة المديرة للنادي الافريقي مرسلة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لإعلامه بترشحه أليا إلى دور القادم من مسابقة كأس الاتحاد الافريقي وذلك بعد انسحاب نادي القوات المسلحة السيرليوني من المسابقة أثر هزمته في مقابلة الذهب في رادس بنتجة تسع أهداف لهدف وحيد وبذلك تم ألغاء رحلة الفريق إلى السيرليون والتي كانت مبرمجة عشية اليوم إلى البطولة المحلية الآن حيث دارت عشية اليوم الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مرحلة تفادي النزول من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم ونجح نادي حمام الأنف الفوز على شعبة القاروين بهدفين لهدف وفي مباراة أخرى وفي أولى مباراة طارق ثابت مع فريق الضاحية الشمالية اكتفى مستقبل المرصى بنقطة يتيمة بعد تعادله دون أهداف ضد مستقبل جيبس في حين حقق المرعب الجيبسي نقاط المباراة ضد نادي البنزارتي بعد فوزه بهدف دون رد أعلن نادي ديجون الفرنسي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب أسامة الحديدي قد طلق دعوة للمشاركة في تربص المنتخب التونسي والذي سيتخلله لقائن وديين ضد الكامرون يوم الرابع والعشر من مارس والمغرب يوم الثامن والعشر من مارس يذكرون المدارب الوطني غيكاس برجاك سيعلن غدا عن قائمة اللاعبين المدعوين لتربص مباشرة وحصريا على قناة التاسعة في نشرة أخبار الثامنة مساء تأهل لعب التونس ملك الجزيري إلى الدور الثمن النهائي من بطولة انديانا ويلز الأمريكية بعد فوزه مساء أمس على الأمريكي تايلور فريدس بنتجة مجموعتين لمجموعة واحدة تفاصيلها 4-6-6-3-6 هذا وسيلاقي الجزيري انتلاقا من الساعة العاشرة ليلا اللاعب الأمريكي جاك سوك المصنف 18 عالميا يوث كالوان الجزيري التقى سوك العام الماضي في دورة ستوك هولم بالسويد وكان الانتصار بصعوبة كبيرة لفئدة الأمريكي يستضيف بعد قليل فريق مونكل فرنسي نظره مانشستر سيتي الإنجليزي في ختام منافسات إياب الدورة 16 من دور يبطل يوروبا ويسعى فريق الإمارة الفرنسية إلى تعود خسرته في لقاء الذهاب في إنجلترا بنتجة خمسة أهداف لثلاثة معاولا على عاملي الأرض والجمهور وفي مباراة أخرى ولحساب نفس الدور يلتقي أتليتيكو مادريد الإسباني ضيفه باير ليفركوزن الألماني على ملعب فيشينتي كالديرون للإشارة فأن مناء المزرب الأرجنتيني دياغو سيميوني نجحوا في الفوز رهابا خارج قواعدهم بأربع أهداف لهدفين وهو ما يصعب من مهمة التأهل للفريق الألماني ختاما نشكرك المشاهدين لحسن المتابعة والإحتمام عمد الأن مع مك شكرا بشير لم يبقى إلا أن نذكر بأبرز عنوين جولتنا الإخبارية انتلاق التسجيل للرغبين في الانتفاع بعقد الكرامة وتقديراته لتشغيل 25 ألف طالبي شغل قبل نهاية أفريل الجاري لراسة تبرز أن الوضع بمراكز الصحة الأساسية يعتبر فوق المتوسط ونواب يطالبون وزيرة الصحة باتخاذ إجراءة هاجلة لتحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية جمعية والقضاء تدعو نواب الشعب لأسقاط مشروع تنقيه قانون المجلس الأعلى القضاء وتدعو القضاءة إلى مجلس وطني طار لإقرار تحركاتهم القادمة بدا نصل وياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية شكرا لمتابعتها دمت في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة